مرحبا عزيزي برج الأسد عزيزي برج الأسد الطاقة العامة لك أنت ستلتقي بالشريك في وقت أنت تكون فيه وصلت إلى مرحلة النضوج هاي طاقتك أنت ملكة السيوف أنت أريد راح تكون وصلت إلى مرحلة عرف فيها حالك واثق من نفسك مريت بالكثير من الأمور عندك الكثير من المعرفة والتجارب خلاص يعني تحس أنك تستطيع أن تدخل أي مجال وتعطي أي نصيحة برج الأسد جدا واثق من نفسه بطبيعته ولكن أنت أيضا مريت بالتجارب سابقة خلتك أقوى لما توصل مرحلة هاي الثبات الداخلي واحتمال أنت وصلت لها الآن هو راح يكون الوقت المناسب لالتقاء الشريك لأن الشريك أشوفه راح يوازيك في الطاقة والقوة هو ملك السيوف أنت ملكة السيوف طبعا الجنس هنا لا يهم لأن احتمال يكون العكس أنت تظل ملكة السيوف ولكن القراءة ما تكون اللي شاهدها رجل أو اللي تشاهدها مرأة جنس جنس الكرد لا يهم هاي اللي أحب أذكرك فيه لكن أنت اللي قاعدة أشوفها أنت لديك كذا عرض للارتباط يعني هذا مو أول شخص يطرق الباب أو يأتي إلى محط حياتك ويعرض عليك الحب الزواج الارتباط الشراكة مو أول شخص ولكن مع أنك برج ناري دايما تتوجه في علاقتك في اختيارك للشريك لأن مريت احتمال كان عندك تجارب سابقة اعتمد فيها على طاقة الشغف والحب والطاقة النارية لقيت أنها مو أفضل طاقة تعتمد عليها لاختيار الشريك فتحولت إلى طاقة الأبراج الهوائية طاقة العقل الحدس التحليل المنطق هذا الشخص أوكي سيأتي إلى حياتي شنو رح يقدم لي شنو يستطيع أن يضيف لي شنو عنده أنا ما أملكها بحيث أنه رح مع بعض فعلا نبني حياة بدل ما ياخذ مني وأخذ منه على الفاضي مع بعض شلون رح نبني حياة قاعد تستخدم عقلك كأنك ما أخذ عرض هذا الشخص أو الشريك حطه تحت المجهر في الكرة الزجاجية وقاعد تحلل جميع التفاصيل وضعك المستقبلي معه صراحة طاقة جدا ذكية ملكة السيوف هي أذكى الملكات وملكة السيوف هو أيضا أذكى الملوك من ناحية الذكاء وليس المشاعر الذكاء يتميزون فيه فأنت قاعد تستخدم مثل ما قلت لك طاقة العقل إنسان جدا متعقل في اختيار الشريك وإذا كنت غير متعقل فالنصيح لك إنه في اختيار الشريك اعتمد على هاي الطاقة طاقة الأبراج الهوائية ليست حصرا عليها مو شرط إنك تكون دلو أو ميزان أو جوزاء عشان تستطيع إنك تعرف خفايا الأمر أرأ إنك أيضا رح تكون في الوقت اللي تلتقي فيه بالشريك أسس لنفسك عندك حياة جدا جميلة مثل ما خبرتهم قبل 9 الخماسيات 9 الخماسيات نفس الكرد هي طاقة الإنسان الأعزب محاض بالكثير من الخماسيات عند الرخاء عند السعادة عند الصداقات لديه كل ما يحلم فيه وسعيد أيضا مو فقط الاستقرار المادي عندك أيضا السعادة page of water إن تعرف بأن هاي المرحلة لا تستطيع أن تستمر للأبد لوحدك مستمتع بالسعادة فيها لوحدك يوم الأيام رح تختار شريك تشارك مع هاي الحياة ولكن في الوقت الحالي رح تكون مستمتع أول خطوة لديك بعد تحقيق هاي النجاحات المادية أو على صعيد الأسرة المحيط وتأذر بالنسبة لك النجاح رح تكون ناجح وهو الوقت الذي رح يدخل فيه حياتك هذا الشخص لأنه وقتها رح تكون مستعد مو بالكامل رح أقول لك ليش ولكن رح تكون مستعد التارو يخبرني أنه هاي طاقة الشريك هو يوازيك مثل ما قلت لك هو أيضا شخص مر بالكثير ملك السيوف مر بالكثير عاني الكثير وتحمل أيضا الكثير عشان يحقق شيء لنفسه لأن هذا الشخص بما أنه نفس الطاقة احتمالنا من نفس المنطقة نفس المحافظة نفس الدولة نفس المذهب نفس المدينة ولكن خرج إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى للبحث عن فرصة عمل أفضل عشان أحس أنه هذا الشخص كان يبي يكون نفسه بسرعة وأقوى في فترة زمنية قصيرة عشان تريد طار أنه يمشي يترك المنطقة ومن ثم هو في مرحلة رجوع احتمال أنه راجع يزور أهله إذا كانوا في نفس المنطقة راجع أيضا يزور الأصدقاء الأصحاب الأقارض وهو رح يكون الوقت اللي ينتبه إليك أو يراك فيه صدفة طبعا احتمال أنك تعرف من الماضي يعني بينكم معرفة بسيطة أو علاقة في الماضي أو تسمع عنه أنه فلان مثلا ابن الجيران ابن فلانة ابن خالته فلانة هو الذي كان في دولة ثانية في مدينة ثانية كان جدا مركز على عمله على البزنس على جمع الأموال لأنه بالنسبة للإستقرار المادي هو كل شيء شوف الطاقة اللي وراءها طاقة البلانس كان يحاول كل تركيزه مصبوب أنه يحاول يغير وضع السابق احتمال أنه في السابق لم يكن يملك الكثير من الفرص والأموال في مدينتكم السابقة أو في الدولة السابقة وعرف أنه فيه مستقبل ينتظر مشرق في الجانب الآخر أرى أنه شخص ناضج يعني ليس صغير في السن إنسان لبس دائما رسمي ومرتب احتمال أنه يدخن بشكل معقول ولكن ليس مدخن كثير يعني يدخن بشكل معقول كل شي عند هاي الشخص موزون كل شي بحسابه متزن في كل شي يعني حتى إذا كان في طبع لا يعجبك مثل التدخين فهاي الإنسان متزن يستطيع أن يسيطر على محيطة عند هاي القدرة ولكن يحب أن تكون ملابسة دائما رسمية ودائما يحب أن يعرض على الناس أنه يذكر الناس أنه فلان فلان الشخص الذي مثلا عنده المنصب الفلاني أو الشغال في الشركة الفلانية يمتلك المحلات الفلانية يحب أن يستعرض نجاحاته وله الحق لأنه أيضا مر بالكثير شنو رح يصير في المستقبل أرى أن هذا الشخص رح يلتقي فيك ورح يكون دايركت معاك يعني إذا أنت تنتظر عرض رومانسي عرض أفلاطوني دراما هاي شخص لن يكون لديه دراما هاي شخص رح يكون دايركت لأنه ملك السيوف رح يكون دايركت ورح يعرض عليك الارتباط والزواج وأن أنت تبنون حياة مع بعض احتمال أنه بشكل جدا سريع يفاجئك ليش أقول لك يفاجئك لأن أشوف ردة فعلك في الفترة القادمة رح تكون كأنك تتعذر يعني أنت فعلا احتمال أنه فتحت هاي القراءة تنتظر الشريك ولكن سبحان الله عندما يأتيك الشريك رح يكون عندك شيء من الخوف اللي تقول أحتاج شوية وقت أفكر أحتاج شوية وقت أحلل أقيم أخذ وقتي أحتاج شوية وقت أخلص عندي كذا شغلة رأينا أيضا لديك أمور احتمال تنتظر أنك تخلص جامعة تنهي مشروع معين في شيء أنت الحين ما ختمت عندك تنتظر أنك تختم عشان تقرر تعطيهم الموافقة على عرض هذا الشخص ولكن خوفك يدفعك للاتجاه المعاكس من الحبيب ترى هذا الكرت رايح هاي الجهة وهي الكرت متجه هاي الجهة هذا هو مستقبلك هنا وهي اللي يبين لأنه عندك مخاوف أن تملك فعلا كل ما تحتاجه من أجل أن تبني حياة جديدة مع هذا الشخص وهذا الشخص يستطيع أن يحقق لك كل أمنياتك يعني معاه في حياتكم راح تتحق أمنياتك الشخصية ولكن ألاحظ أن في البداية راح أصير عندك شوي ها متى الحين عطوني شوية وقت للأسف الشخص هذا لا يملك الوقت راح أقول لك ليش اللي قاعدة أشوفه أنه راجع في زيارة سريعة الوقت فيها محدود يزور المنطقة أو الحي اللي هو منه مسقط رأسه لقاك أنت بالصدفة قرر أنه يرتبط فيك لأنه خلاص شاف فيك الشريك هذا الشخص نظرته ثاقبة رأىك وقرر والآن يريد أن يجعل الموضوع رسميا سريع في الخطبة في الزواج في الارتباط في إنهاء عقد القران عشان يأخذك معاه للحياة الجديدة أنت رح يكون عندك شوي تخوف ليش عندك تخوف عندك أنت تعرف رح توصل لمرحلة أنت تعرف أن حان الوقت لبداية جديدة مع هذا الشخص فعلا ولكن ولكن كأنه عندك شيء في الماضي علاقة من الماضي شيء مشاعر دفينة أو مشاريع أنت تبتديدها إن كان دراسة إن كان بيزنس إن كان أنت متعلم تعتني بالأسرة بنفسك يعني فشنون رح تترك الأسرة وتتجه إلى منطقة جديدة ثولة جديدة رح يكون عندك نوع من التعلقة والستكنس في الماضي ولكن أنت عارف في نفس الوقت أنت عارف إن هذا هو النداء هذا النداء ندائك أنت هو موجه لك عزيزي برج الأسد وحان الوقت إن تبتدي الحياة الجديدة مع هذا الشخص شوف لديك الكثير من طاقة السيوف سيوف سيوف هو ملك السيوف وأنت ملكة السيوف طاقة سيوف فلا تخاف لأن كل شيء أصلا سوف يحدث طبقا للمنطق والعقل كل شيء في حياتكم متزن أنت متزن وهو متزن فما هي دواعي الخوف وين خايف عدم الاتزان يأتي من وين راح يأتي لأن أنت متزن وهو متزن فليش التخوف الزائد أو معتبر إن مثلا بعض الأشياء إذا كانت جدا الممتازة فهي لا يمكن أن تصدق ولكن فعلا حال الوقت أن أنت تقفز تأخذ طعت الموافقة إذا دخل هاي الشخص حياتك راح يكون فعلا هو الوقت المناسب اللي تبتعد فيه عن الماضي لأن وقتك في هاي الحياة حياة العزوبية حياة اللي تعوت عليها صلي لك فترة وتعبت أنك تبنيها بروحك وصلت إلى وقت النهاية حال الوقت أن أنت تبتدي حياتك مع هاي الشخص جديدة راح أقول لك شلون جديدة أنت عندك ذفول كارت زيرو معناته أحرص وهاي نصيحة جدا مهمة لك برج الأسد جدا مهمة أهم ما في هاي القراءة عندما تعت الموافقة لهذا الشخص كن عادلا أنت عادل ولكن فعلا كن عادلا على جميع المستويات لا تأخذ معك أي شيء من الماضي إن كان مشاعر إن كان أمل في شخص ثاني أي شيء من الماضي تعلقك يجب أن ينتهي يصل إلى رقم الصفر وهو رقم خلاص تبتدي بعده حياة جديدة بدون تعلقك بالماضي مو معناته أن تنسي أهلك وحياتك وتدفن نفسك لا أبدا معناته سبحان الله لو كان في تعلق زائد بالأصدقاء تعلق زائد بشخص معين من الماضي فهم قصدي شخص أنت كنت تنفكر أنه رح تتزوجه كذا 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 هاي الأمور لازم تنهيها حان الوقت لإنهاءها متى رح تعرف أنه حان الوقت لما يأتيك هذا العرض هذا العرض كبير لا يمكن أن تنكره خلنا نشوف طاقة الشريك أكثر عنده ملك السيوف عنده تنبرانس الشفاء أو المعالجة ما عرف والله ترجمة بالعربي بالإنجليزي ثلاث الخماسيات فارس الخماسيات اللي أشوفه هني أن هذا الشخص فعلا رح يأخذ وقته في البداية أنه يعرف وضعك يعرفك ولكن هو أيضا يعرف أنه أنت متعلق في حياتك اللي أنت موجود فيها حاليا فراح يحاول في البداية أنه بهدوء وبدبلوماسية لأنه ملك السيوف دبلوماسي ترى هو الدبلوماسي المحنك رح يحاول بهدوء أنه يسحبك من الحياة اللي أنت فيها ويكون التغيير عشان يكون التغيير بالنسبة لك سلس سموث ما تحس أنه قوي وتغيير مفاجئ ومندفع فهو حرام من جانبه هو حرام صراحة لأشوف أنه رح يحاول أنه قدر الإمكان يكون يراعي مشاعرك في هاي التغيير لأنه تغيير كبير أنه أنت ترك حياة أو منطقة معينة أو دولة معينة وتذهب معا تترك كل شيء خلفك وتصل لمرحلة الصفر من بعد تسع الخماسيات لازم تكون صفر عشان تعيش أو تبني مع هاي الشخص حياة هاي الشخص نيتها جدا طيبة مثل ما قدت لك الأرتباط وليس الأرتباط فقط في زواج يعني لا فعلا رح يكون معاك شريك من النوع اللي رح يأخذ رأيك في كل شيء رح تكون فعلا شريك في حياتك مخاوفك أنت مثل ما قدت لك رح يحاول يعالجها ولكن أيضا أشوف أنها بعد هاي المرحلة رح تظل شوية تحاول تأخر الموضوع تدرس الموضوع أكثر عزيزي برج الأسد من حقك ولكن رح تحاول أن رح أنت تقف في وجه سعادة نفسك يعني أنت رح تكون لعائق أمام سعادتك الشخصية فهذا الملك ذكي رح يشوف النحاني الوقت هذا الشخص ذكي رح يشوف النحاني الوقت أن يكون معاك صريح زيادة مرحلة الدبلوماسية ويكون مراعي لمشاعرك رح تنتهي رح يأتي معاك وطاقة سيف قوية ويقول لك 1-2-3 احنا لازم نرتبط 1-2-3 انا عطيتك وقت كفاية تواصلت معاك كفاية بيانت لك كفاية وفعلا اريد ان ابتدي معاك بداية ابني معاك حياة انا وضحت لك نيتي وحاربت من أجلك وسويت كل الذي يجب عليه كشركة أعمله من أجل الارطباط تم فما ستكون أنت ردت فعلك برج الأسد وقتها عندما يستعمل معاك هاي الطاقة الواضحة الصريحة الديريكت انت رح تشوفها وقتها رح تحس أنه فعلا يشابهك رح تشوف لأنه فعلا طاقة السيوف طاقة الملك الحازم الديريكت اللي انت تقدر هاي الطاقة لأنه أصلا هاي الطاقة طاقتك فوقتها احتمال أشوف هنا من جانبك رح يكون في موافقة على الزواج رح يكون في احتفال جدا جميل خطبة أو زواج الأهل الأحباب الأقرباء كلهم محيطين فيكم مثل ما قلت مرحلة أو الحفلة رح تكون وتأتيك بعد التواصل الحازم من هذا الشرك رح يقول لك خلاص حان وقت الارتباط احتمال أنك تقول له في مرحلة ما أنا غير جاهز الحين أرجع إلى عملك أو إلى بزنسك رح أفكر في الموضوع رح احتمال يجيك مننا اتصال رح يرجع مرة ثانية إلى البلد ويقول لك أنا عطيتك وقتك فاية عطيتك وقتك فاية حان الوقت سنة أنت تتخذ قرار ووقتها رح تحس نفسك مستعد ما أشوف أنك أبدا رح تسمح لأحد أنه يخليك تسرع في اتخاذ القرار لا رح تكون ثابت فرح تأخذ وقتك ولكن بعد الحفلة لديكم مرحلة اسمها بعد الحفلة أو بعد الزواج انت هنا رح تأخذ مثل ما قلت لك عشان تبتدي مع هاي الحياة رح تبتدي من الصفر فأول شيء رح تلاقي عندما تذهب معاه إلى البيت الجديد المنطقة الجديدة البيئة الجديدة رح تحس بصدمة كبيرة ليش؟ لأن اللي أنت متعود عليه محيطك راحتك حياتك أسرتك الأشخاص المحيطين فيك الأصدقاء الناس اللي تحبهم المحلات اللي في البلد أنت متعود عليها أنت عميل دائم أنت عميل مميز ما عاد في كل هاي الأمور رح تبتدي من الصفر في كل شيء في المكان الجديد فهاي شوي رح يكون بنسبة لك صدمة رح تقول أنا جيت هنا على مكان ما حد يعرفني فيه ما حد يعرفني يعني أنا أنا مجرد زوجة هذا الشخص ولكن لحد الآن ما أملك ولا شيء لازم أبني كل شيء من البداية رح تحس شوي أنه ثقيل عليك أن تبتدي كل شيء فعلا من البداية ولكن ولكن هذا الشخص رح يتحول لك لأنه رح يعرف أنك بحاجة يعني مثل اللي عندك حنين إلى الوطن أو إلى منطقتك القديمة حياتك القديمة هذا الشخص وقتها سبحان الله رح يغير طاقته من ملك السيوف ملك دايريكت وقوي وحازم وكذا وكذا رح يكون جدا حنيا معاك رح تشوف أنه في داخل المنزل في الحيال الجديدة وراء هذا هذه الواجهة هو جدا ملك ملك الأكواب يعني جدا حنون جدا محب جدا كيوت إنسان بالنسبة لأ أنت فكرت قبل ما أخذ عننا فكرة أنه همة كل همة هو نجاحه في العمل ولكن رح تكتشف أنه بالنسبة للنجاح لازم يكون على جميع المستويات يعني حتى لازم يكون ناجح معاك أنت عشان يعتبر نفسه أصلا ناجح في الحياة فهنت قصدي بالنسبة لأ مهم جدا إنه ينجح هذا الزواج إنه يدفع حي الزواجي للأمام وعندك آخر شيء الكرت الختامي الشمس الشمس ترمز إلى ماذا ملك الأكواب والشمس ملك الأكواب هو ملك جدا متزم في مشاعره فأرى أن هذا الشخص معه الشمس بالعادة تعني السعادة ولكن في هاي الموقف بالذات اللي راح يسهيك أو يخليك تنشغل عن الواقع الجديد أو مشاعر الخوف عندك من البداية الجديدة إنه راح يكون لك ابن راح تتفاجئ بهالشي أيضا راح يكون جدا سريع ولكن بسرعة يا أنت أو الشريك راح يكون في حمل ورح يكون في طفل طفل سوري أو جنين وأتوقع أنه ابن لأنه عندك تسان أتوقع أنه طفل ليست يعني ليست أنثة هو اللي فعلا راح يساعدك يعني كل شيء في توقيته صحيح هو اللي راح يشغلك عن ضغوط الحيال الجديدة أو أنك خايف مثلا ملحيال الجديدة بالإضافة إلى أنه عندك شريك رائع شريك رائع وبداية جديدة مع طفل يعني هي النهاية السعيدة بالنسبة لي أو النهاية المثالية عزيزي برج الأسد قراءة جدا جميلة راح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة نصيحة لبرج الأسد بخصوص الشريك القادم أسحب لك أسحب لك إذا كنت متخوف إذا كنت غير واثق من قرارك مع هذا الشخص أو ارتباطك بهذا الشخص احتمال أنك الشخص اللي ما توقعته لأنك ما كنت متوقع الارتباط من هذا الشخص في هذا الوقت ولكن أعرف أنه رح تكون سعيد معه بسبب الحب بغض النظر عن طاقتك وطاقته هناك حب والحب هذا اللي رح يحول ملك صارم أو إنسان جدا عملي في حياته وديركت إلى ملك الأكواب رح يتحول معك أيضا بسبب حب إليك فلا تخاف الرسالة لك لا تخاف لديك كل ما تحتاجه الشرك المناسب وأيضا الحب شكرا عزيزي برج الأسد شكرا عزيزي برج الأسد